لا تزال فرص السلام في اليمن تراوح مكانها ورهينة خلاف قطبي التحالف السعودية والإمارات هكذا تبدو الصورة لدى الولايات المتحدة التي حثت حلفائها في الخليج على العمل معا لإنهاء الصراع في اليمن وكبح نفوذ إيران مبعوث واشنطن الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ قال في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز نريد بالتأكيد أن نرى المنطقة تسير في نفس الاتجاه فيما يتعلق باليمن في إشارة إلى الخلاف العميق بين الرياضي وأبوظبي الوسيط الأميركي قال أيضا إن السلوك الإقليمي الخاطئ أسهم في إطالة أمد الصراع باليمن وجعله مفتوحا وإن بلاده تدرك جيدا الدور الإيراني السلبي في تأجيج هذا الصراع الخلاف بين الرياضي وأبوظبي ظهر أيضا في تصرفات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إذ اتهم رئيس المجلس السعودية بتهميشه من المشاركة في المفاوضات قبل التهديد باتخاذ قرارات وصفها بالمصيرية لمواجهة ما أسماها التحديات التي تواجه مشروعه في تحقيق الانفصال عيدروس الزبيدي يناور وفق ما تخطط له الإمارات إذ اشترط دعمه لأي تسوية سياسية بالاستجابة لمطالبه في إنجاز الانفصال في إشارة لرفضه المتكرر مرجعيات الحل الأساسية تلك المرجعيات تتمسك بها الحكومة والمجتمع الدولي إذ جددت السعودية في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حرصها على أمن واستقرار اليمن والدفع نحو الوصول إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث منها قرار مجلس الأمن 1216 ترجمة نانسي قنقر